زار رئيس مجلس الدولة الصينية لكوتشينغ مركز البحوث والتطوير لشركة هاير فيشر أند بيكل في أوقلندا مع رئيس الوزراء نيوزلندي بيل انجليش صباح يوم الثلاثة بالتوقيت المحلي فيشر أند بيكل هي أكبر المركات المحلية النيوزلندية في مجال الأجهزة المنزلية أنشأت مجموعة هاير الصينية وشركة فيشر أند بيكل هذا المركز للبحوث والتطوير في شهر أغسطس من عام 2014 حيث درست العديد من منتجات الأجهزة الكهربائية المنزلية ذات المستوى المتقدم الدولي في هذا المجال واستفسر ليكا تشيان عن خصائص التكنولوجيات ذات الصلة بالتفاصيل وتفاعل مع الموظفين وشجع ليكا تشيان على دعم مزايا الموظفين الفنيين من الصين ونيوزلندا وتعزيز الابتكار والتعاون وإدخال الكثير من التكنولوجيات المبتكرة والمنتجات ذات الجودة العالية كما قال ليكا تشيان إن الابتكار هو القوى الدافعة الأهم لقيادة التنمية وإن الصين تسارع في تنفيذ استراتيجية التنمية المدفوعة بالابتكار وتعزيز تأسيس المشروعات الابتكارية للجميع وأظهر التعاون الصيني نيوزلندي أن التعاون الثنائي ممكن لتطوير بعض المنتجات التي تحقق الريادة على مستوى العالم من خلال مزايا تكميلية وتركيبية قوية بين الجانبين وصين ونيوزلندا لا يمكنهما التعاون الثنائي فقط بل كثفت أيضا بشكل مشترك تطوير سوق الطرف الثالث لتحقيق المنفع المتبادلة والفوز الثنائي والمتعدد والفوز المشترك في كافة المجالات ترجمة نانسي قنقر